حول الموضوع نضم لنا عبر الأقمار الصناعية من الرياض أكاديمي والمحل السياسي الدكتور حمدان الشهري دكتور حمدان مساء الخير أهلا بك معنا إذن قوات شرعية حاصرت القاعدة في اليمن قطعت أيضا خطوط الإمداد عن القاعدة بسيطرتها على وادي المسيني تفاصيل أكثر عن الأهمية الاستراتيجية لهذه السيطرة عن وادي المسيني وقطع خطوط الإمداد عن القاعدة نعم تحياتي لك أستاذ خديجة ولمشاهدي قناتكم الكريمة لا شك أن قوات التحالف العربي عندما ذهبت إلى اليمن ودعم الشرعية اليمنية في مخيلتها وفي حسبانها أن هناك تهديدان في اليمن هناك تهديد الذي تقوم به القاعدة وهذا التنظيم المتواجد في جنوب اليمن الذي اتخذ من جنوب اليمن منذ مدة ومنذ عهد حتى الرئيس صالح الذي ذهب إلى ذمة الله وكذلك الحوثي عندما كان في شمال اليمن إذن نتحدث عن إرهابين كانوا موجودين طبعا علي صالح كان يستخدم القاعدة وأيضا الحوثي لأسباب سياسية يستفيد منها وأوراق ضاغطة إذن تواجد التحالف العربية اليوم وتواجده هو للحرب على الإرهاب نقول مواجهة الحوثي في الشمال ومواجهة أيضا في الجنوب القاعدة وهذا التنظيم التنظيم يخدم كثيرا الحوثي عندما الحوثي يخفف الضغط على الحوثي يقوم على زعزعة آمن واستقرار جنوب اليمن وهو أقول الآن أصبح النموذج الأفضل اليمن عندما بدأت مسيرة النماء وبدأت مسيرة مواجهة إخراج الحوثي منه عندما خرج الحوثي وأصبح يعطي مثال لذلك القاعدة أيضا ستخدم الحوثي في ذلك بعملياتها الإرهابية مواجهة هذا التنظيم وإخماده وإبعاد كل الإمدادات عنه وإستخدام الطرق التي يستخدمها في تهريب أيضا لا يفوتني أنه ذكر أن هناك تهريب الأسلحة موجود أو تتخذ القاعدة هناك قناة ما بين القاعدة وما بين الحوثي لتمرير هذه الأسلحة وتهريبها للحوثي في الشمال إذن هناك قناة مفتوحة بينهم هناك عمل مشترك فالعمل ضد القاعدة وعلى الحوثي يخدم قوات التعالف يخدم أمن وإستقرار اليمن طيب بتحرير والسيطرة على وادي المسيني إذن بمحافظة حاضرة موتنا على المطلع على بحر العرب يكون هناك قطع لعدد من الإمدادات ومن خطوط الإمداد كما ذكرت سواء ما بالنسبة للقاعدة أو بالنسبة للحوثي هذا كيف يمكن أن يؤثر على سلم المعارك الحالية بالنظر إلى كل التقدم وما حققته قوات التحالف الشرعية على الأرض نعم جميل تعرف اليوم هناك كثير من الجبهات واذا تحدثت عن أكبر جبهتين تعز ونتحدث بصعدة هناك مواجهة للحوثي الحوثي كل يوم يتكبت خسائر خسائر حتى ليس على مستوى مقاتلي بل حتى على مستوى قادته الحوثي الآن هو يواجه مراحل صعبة وليست بعيدة بل حتى سمعنا بالأمس إقفاله لبعض المداخل في صنعاء ويواجه مشاكل حتى في داخل صنعاء غير المشاكل الاقتصادية والأمنية الأخرى قطع الطريق وقطع التواصل ما بين الحوثي سواء من تهريب السلاح من هذه المناطق إلى داخل صنعاء أو حتى إلى شمان اليمن سيخدم قوات التحالف وسيقطع الطريق طبعا ما زالت أيضا الحديدة تمثل خطر وهي عن طريق البحر وتهريب لكن هناك تقدم على هذه الجبهة واقتراب يوم بعد آخر الحوثي يعاني من نقصان في رجال الحوثي يعاني أيضا نقصان من دخول السلاح يوم بعد يوم لكن طبعا تعرفين ما تقوم به قوات التحالف العربي ليست لوحدها هناك منظمات دولية دائما ما تعطل عملها هناك تدخلات سياسية وهناك أعمال أخرى لذلك العمل قد يبدو أمام الجميع أنه بطيئا ولكن هو ليس بطيئا إنما محاولة للمحافظة على أن يكون هناك أقول عمل سياسي ما بين بلداننا وقوات التحالف العربي وما بين المنظمات العالمية والدول الكبيرة حتى يكون هناك حل أما أن الحوثي يستسلم وينفذ ما هو مطلوب منه في القرار الثنين وعشرين ستة عشر أو أن المضي قدما في إكمال الطريق حتى يقبل ويسلم السلاح عنوى ويعود أمن واستقرار اليمن إليه شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة الدكتور حمدان الشهري أكاديمي والمحل السياسي كنت معنا بالأقمار الصناعية مباشرة نرياض